في الحمول زي ما قلت لكم المقابر لقوا فيها أعمال برضو وأنا رأيي أن الأعمال في الدماغ زي ما أنا قلت قبل كده وزي ما الدكتورة أمنا نصير قالت في إحدى المداخلات أنه ما فيش حاجة سماها أن أنت تحط في دماغك أنك هتنضر من بشر مش هتضر ولا تؤذن بشر ولا من عمل سواء صفلي ولا علوي ولا بتنجان مشوي ولا كلام ده إحنا أما بنركز في الوهم بنستقطب للوهم أما بيجي لنا حالة من الضعف قدام أعمال الدجل بنقع فيها وبنخش بقى في أمراض نفسية وسوس قهرية وكلام من ده فعلشان كده أنا بقول يا جماعة بلاش نشيع جو الخرافات والدجل ماشي الشباب نظفوا وطلعوا ما يسمى بأعمال أنا مش مختنع بالحاجات دي أساسا وعرايس وقال لك أصل العروسة لما تتخنق عم عزب كده ويطقري عليها اسم حد مش عقف كم مرة يبقى هيتئذي لما يحطوا اسم واحدة على عروسة زيدي يبقى هتطربت يبقى هتتعنس أو على واحد يبقى مش عارف إيه جو الخزعبلات والخرافات ده طول ما إحنا عايشين فيه والله يا العظيم ما هنشوف تقدم لحظة لقدام ولا الدين بيقولك كده ولا العلم ولا أي حاجة يعني عقلانية فأرجوكم وخصون أنا ملاحظ أن ده في الريف أكتر يا جماعة الريف والصعيد حكاية الأعمال وفي وسط الستات أكتر أنا ملاحظ الستات عندهم هواية ورغبة غريبة أنا قلت لكم قبل كده كانت فيه إحصائية أنه كل مش عاف ثلاث ستات في مصر عندهم دجال يعني إحنا عندها كميات في الريف والصعيد بالزاد فشباب الحمول يشكروا أنهما نظفوا بس بلاش نغرأ في موضوع الدجال ونستغرق فيه ويعني يشوفوا أكل عشقه بقى واشتغلوا وتعلموا وطلعوا لقدام شوية يا جماعة يعني نخش بس في العصر إحنا مش داخليين كل ده بيخلينا برى العصر برى العالم المتقدم برى العالم اللي عايش حياته برى العالم المتمدين